يقوم حتى تتفطر قدمه حتى تتعلم الأمة كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى أول أمر يكون به الثبات بإذن الله تعالى هو التعرف على الله إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة كيف نريد أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويدخلنا الجنة ونحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى البعض تسأله هل أنت مسلم؟ يقول نعم تريد الجنة؟ نعم طيب ما هو الإسلام؟ يقول أنا لا أدري هل تعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف حتى أن البعض والله لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نريد أن نسأل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعرف لماذا؟ لأننا في زمن اليوم فتن عظيمة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قبل إما تعطينا الجهاز أو تكفرنا لا سجل خليل جهازك هنا طيب عليكم أيلزموا بسنة أي طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الكل عندنا هنا يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن ليست المحبة كلمة تقال باللسان محبة يصدقها العمل تحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن هل يمكن إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحذف بغير الله بالنبي بالحياة مثلا ب أراس أمي بكذا لا إذن الذي يحذف بغير الله هذا والله لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا يحافظ على السلوات المفروضة الخمس مع الجماعة يعني من التجار طبعا فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن شرط المحبة لاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافر نسأل عافية السلام وانت تسمع في هذه الأيام فرق ظل تظهر في ساعات تظهر فرق ظل ثم أخرى ثم فرقة ثم كذا انقلابات مظاهرات قتل أخذ أموال لا تدري لا يدري هذا المقتول فيما قتل أصلا إذن أولا التعرف على الله سبحانه وتعالى توحيد الإخلاص ثانيا السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتكلم بكلمة واحدة إلا ولابد تحسب لها مليون حساب أنا لماذا يتكلم بهذه الكلمة هل هذه الكلمة يحبها الله هل هذه الكلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخ مثلا يعيده تكلم عن السياسة يتكلم في الرئيس مثلا طيب هل هذا الكلام يرضاه الله هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ طريقة دعوة إلى الله تكلم عن الرئاسة أخذ يسوب في قريش وقال لهم أعطوني الملك عرضوا عليه الملك أبا ما أرد هذا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى كان على ماذا يقول بعض العلماء يقول لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون قضى عليهم قضى عليهم بماذا هو بأشياء كذير لكن منها حسن الخلق بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وإنك لا على خلق عظيم بعض الناس في هذه الأيام يستيقظ منذ أن يستيقظ في الصباح إلى أن ينام يسب الرب والله يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرئيس نعم يسب الحكومة أف يلهوي ومصيبتا يا ويلنا كذا تعبنا من هذه العيس كيف الحال قال يا أخي تعبني سبحانه هذا متسخد معترض على القضاء القدر مرتكب كبير من كباعر الذنوب قد يوصل هذا للشركة لأصغر والأصغر قد يوصل للأكبر وبعض الناس تسأل وكيف الحال قال الحمد لله كيف الجو قال تمام كيف الرئيس قال وما لا الرئيس أنا في نعمة الله يغني عنه ويغنينا عنه أنا ما أطلب من الرئيس لماذا قال لأن الجنة لا تطلب إلا من الله صح طيب الرزق طلب من الرئيس قال أخذ أموالنا لا ما أخذ أموالنا لا وفي السماء رزقكم وما توعدون لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تفتش وتنقب وتسأل عنه كذا وعن كذا من حسن إسلام المرء تريد أن يكون لك إسلاما سالما في أعلى الدرجات النتيجة أو العمل تركه ما لا يعني في أشياء لا تعنيك ليست لك اشتغل بما يعنيك كلفك الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحفظ الصلاة المفروضة الخمسة كلفك الله بالتوحيد تعرف ما هو التوحيد وتعمل به وتدعو إليه كلفك الله سبحانه وتعالى بالصيام في صيام شهر رمضان وكان الإسلام تبحث عنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد الرسول يقام الصلاة إن البعض مننا يصلي أي صلاة المهم صلاة لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أو إقام الصلاة إقام الصلاة لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه واركانه واجباته ومكملاته وتمتفي عنك الموانع ليست هي هكذا تأتي وتمشي يعني البعض يسل مكشوف العورة صلاة باطلة خاصة من يصلي في البنطان عندما يسد أو يركع إذا انكشف تستوأ العورة الصلاة باطلة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لماذا لا تأخذ الزينة عند كل مسجد وتأخذ الزينة عند الرئيس وعند المغفر وعند فلان ولو ذهبت تخطب امرأة مثلا محبة الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين صلى الله يثبتني وياكم يا رب يكثر من الدعاء الاتجاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات والأماكن التي يستحب فيها الدعاء ثلث الليلة الآخر بين الأذن والإقامة وهو ساجد قبل التسليم فيحرس على أن يقترم هذه الأوقات بالدعاء استقبل القبلة متطهرا رافع عن يديه إلى السماء يدعو بأدعك النبي صلى الله عليه وسلم نعم البعد عن الحرام قال أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة قال ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له قال لا تصاحب الله مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي السب والشتم السب والشتم الآن أنا والسيار قبل أن ندخل المسجد سمعنا السب والشتم ممن؟ من الصغار يتربى الصغار على السب على الشتم إذن هذا فيه أننا الآن في زمن فتن لا بدنا أعلم الصغار تعليم الصغار عند السلف قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار لكن ضرب غير مبرح ضرب لا يكون على الوجه ضرب ممن له ولاية عليه لا يعطي كل أحد يضرب الصغير ضرب يراد به تأديد للانتقام لأن بعد الكبار يضرب الصغير ينتقم لنفسه ينضرب من يعرف الضرب والحر العبد يقرع بالعصر والحر تكفي الإشارة أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لا يعقل أن أنس رضي الله عنه كان صغير وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن أنس رضي الله عنه لم يخطئ في عشر سنين كاملة لا أخطئ لكن لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده من أين تعلم السب؟ من والده قطعا من الشارع من الرفقة السيئة من التلفاز نعم أفلام كرتون التي تعلم ليس فقط السب لا تستغل تعلم الصغار الشركة الأكبر تعلم الصغار السحر تعلم الصغار التعويذات إذا سقط سن لأحد الصغار ماذا يصنع؟ يستقبل الشمس نعم تعلم الصغار هذا من من؟ من المجتمع من والده قال إذا سقط لك سن تستقبل الشمس وتناد الشمس وتقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العروسة عندنا من يعبد الشمس هذا سرك أكبر مخرج من الملة نعم موجود نعم موجود يسمع وتسمع الصغير يحلث بالنبي يحلث بالولي يحلث بالحياة أمانة بالعهد هذا كله حلف بغير الله وحية أمي شرك شرك لا شك فيه والله لو يسرق أحسن من أن يقول وحية أمي والنبي لماذا؟ لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وينشع ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وينشع ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودان وينصران ويمجسان هذا منه عندما يتعلم الصغير الحلف بغير الله تعلم السب سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين يستهزئ بالصحابة يسب أمهات المؤمنين يستهزئ باللحية يستهزئ بالصلاة يلعب يستب حتى أصبحت بعض الأشجار نعبدها لغير الله قال عباد الشمس اتقوا الله أخوانا ما عندنا عباد الشمس هذه هذه المخلوقات تعبد الله إلا أمما أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء تعبد الله وبعض الناس أبى إلا أن يعبدها لغير الله وقالوا عنها عباد الشمس هي دوار الشمس ممكن تقول هذا وهذا من حكمة الله وهذا يدل على عظم خلق الله وهذا المخلوق يدل على الخالق قال الأصل أن نصنع هذا مع هذا دوار الشمس لا عبدوها للشمس وبعض الناس يقول قصدي تمام نيتي قلبي كيف قلبك قلبك لو صاذ يظهر هذا على جوارحك كيف قلبك قال مطمئن بالإيمان قال سب الرب والأشخاص عوذوا بالله طيب لو سب والدك تقول له كيف قلبك لا والله ما تقول له كيف قلبك لو ما يتجر والله في بعض الدول لا يتجر إنسان على سب أكرمكم الله جزمة الرئيس على شرطي لكن يتجر على سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين وبعد هذا قال نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب الله لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحبة لمن يحب مطيه هذا حب صادق ثم بعض الناس قال يا أخي نتسل تتسل بسب الرب تتسل وتسخر وتستهزئ بالكتاب والسنة رجل خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يعني ماذا صنع حسن جاهد في طريق الرجوع ماذا قال قال ما رأينا مثل قرائنا من القراء في هذا الزمن من الذي من الذي يقرأ القراء في هذا الزمن من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضا الله عليه إذن أخذ يمزح ويسخر ويلعب أب الله يعني ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بالله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ولا أجباً عند اللقاء يقصد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القراء فجاء عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال هذا المنافق فوجد القراء قد سبقه اليوم في أجهزتنا نستقبل رسائل فيها سب وشتم ولعن استهزاء بالصحابة ونرسل نحول هذه الرسائل نعم نرسلها للمجموعات أيضاً والله لو كان في سب هذا لوالدك ما تقرأ الرسالة كيف بإرسالها الفتنة في هذه الأيام تنتشر في ثواني الكفر انتشر في ثواني الكذبة تنتشر في ثواني دون أن تشعر ومن اللي ينشرها في الغالب نحن يعني ليس لا أحد يقول هذا من اليهود هذا من النصر هذا من أعداء الإسلام في الغالب نحن اللي ننشر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني بعض الناس ينشرك مقطع فيه جواز أكل الربع تنشر ما يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم نحذر الآن أنا لو أسأل الكل هنا عندنا في المسجد الكل نتثبت في نقل الأشياء صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد إذا هذا السؤال الإجابة معروفة لكن العمل لا والله لا يتثبت يرسل كل شيء يأتي يقرأ كل شيء يأتي يقرأ الكفر يقرأ الضلال يقرأ كذا يقرأ كذا المفروض أننا نعيش بين الكتاب والسنة برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعاشوا على دندن دندن القرآن الآن أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك أعبد لا إياك نعبد يعني اجتمع يا رب على عبادتك إذن الفرقة ليس الدين الفرقة مذمومة والاجتماع مندوح أي اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه إياك نعبد وإياك نستعين نجتمع يا رب على عبادتك ونستعين ونطلب العون منك لأن الواحد مننا ضعيف ولهذا تقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك تتبرأ من حولك ومن قوتك إهدنا طب أنت ظالم عندما تقول إهدنا لا يرزم أن تكون ظالم الآن أنا أقول الشيخ الله يهديك يقول آمين لماذا لأن الدعاء بالهداية أمر قال عنه شيخ الإسلام يا ابن تيم يا رحمة الله يقول تأملت الدعاء ونظرت وإذا أفضل الدعاء في القرآن ونظرت أفضل دعاء في القرآن هذا اللي نقرأ في كل صلاة إهدنا السراط المستقيم الدعاء بالهداية وبعض الناس ما يريد والله ما يريد تدعوني بالهداية دعوة مرة لطالب من الطلاب قلت الله يهديك جاءني بعد الدرس قال أنا مجنون والله لو تعود لمثل هذا أتكلم أمام الطلاب عليك لا تدعو لي بالهداية إذا ندعو لك بالغواية إهدنا من من دعى بإهدنا السراط أول من دعى بإهدنا السراط المستقيم النبي عليه الصلاة والسلام صحيح إذن الهداية مطلوبة لكل أحد سراء كان على الطريق المستقيم أو على غير الطريق المستقيم نعم ما معنى قول إهدنا أي يا رب علمني ووفقني اهدني وسددني اهدني يعني يدلني على الطريق ووفقني إلى سلوكه إذن تطلب أي هداية هداية التعليم يعلمك الله سبحانه يفق بها في دين الله ويوفقك في سلوك هذا الطريق لأن لو تطلب هداية العلم فقط دون العمل أنت من 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 اليهود من المغضوب عليه ولو تطلب العمل دون العلم أنت تريد أن تكون كالنصارى تعمل بلا علم ولهذا كان بعد هذا الدعاء تقول غير المغضوب لا أريد أن أكون من الذين غضب الله عليه تعلموا ولم يعملوا اليهود أو عاملوا بلا علم النصارى لا أريد أن أكون من الفرق الضالة ستفترق أمك إلى 73 تقول اهدنا الصلاة المستقيم لا أريد أن أكون من الفرق الضالة أريد الطريق المستقيم طريق من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذه الهداية هداية هداية دلالة ورشاد وهداية توفيق نكرر هذا الدعاء نكرر اهدنا اهدنا الصلاة المستقيم هل نستشعر عندما نقرأ الفاتحة هل نستشعر هذه الهداية هل نستشعر أننا على خطر هل نستشعر البراء من الشرك وأهله هل نستشعر أننا لا نريد أن نكون من الفرق الضالة هل نستشعر أننا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نجتمع في صلاتنا في دعائنا في عباداتنا في كل شيء نجتمع على الطعام يبارك لنا فيه نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى على دين واحد شريعة واحد نبي واحد عليه الصلاة والسلام قبلة واحد نجتمع في كل يوم خمس مرات عبث لا نجتمع في كل جمعة مرة الأحياء تجتمع خمس مرات كل حي يجتمع خمس مرات المدينة كاملة تجتمع في كل جمعة ويجتمع أهل الإسلام في عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر بل تجتمع الأقاليم كاملة في عرفة حتى تعلم أننا لابد نجتمع نكون أمة واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لا بالسب والشتم والتشهير والتفسير والتبديع والتكفير وأين حكام العرب وأين العروبة وماذا صنع لنا الحكام وأخذوا أموالنا وصنعوا وصنعوا حتى أصبحت المساجد لا يذكر فيها اسم الله يذكر فيها السياسة والبيع والشراء والموسيقى من الجوالات والبعض يفتح اليوتيوب في المسجد أو يفتح واتس أب أو يفتح بعض الرسائل ويبدع يمسح في الأرقام ليس لديه وقت إلا أفعين في المسجد المساجد لم تبنى لهذا الكل يعرف لماذا بنيت المساجد من يعرف لماذا بنيت المساجد للبيع والشراء إذا رأيتم الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتع ويستري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ندع عليه ليفلس وإذا رأينا الرجل ينشد الضالة في المسجد يبحث عن المفقودات ايش نقول لا ردها الله عليك جاء رابي وبال في ناحية المسجد فقام الصحابة رضو الله عنه أرادوا الزجر هذا الرجل فقال لا تزرموا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المساجد لم تبنى لهذا ما بنيت لا للبول ولا للغائق ولا لكلام عن الدنيا ولا غيره تدخل إلى المسجد مجرد ما تدخل إلى المسجد المكان الذي تضع فيهم كرمكم الله نعليم تضع الدنيا خارجه خاصة عندنا البعض مجرد ما يدخل المسجد يبحث عن أي أحد حتى ماذا حتى يسرق الوقت منك يأتيك قال سمعت الخبر ما سمعت الخبيل الرئيس المجرم الظالم أي في المسجد في المسجد سب وشطم ولعن وحديث عن السياسة وحديث عن الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لأدخل سواء تريد الله تريد الجنة تريد الرزق تريد السعادة تريد الثبات أقبل على الله قال لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف يعني يقاتلون لماذا من السعيد التقي هو السعيد أما هذا ليس بسعيد ماذا تريد السعادة في طاعة الله قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ليس الغنى عن كثرة العرب يعني لديه طائرات وعقارات وسيارات هذا ليس الغنى قال الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس النفس تجزأ أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها فأخواننا الله 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 بهذا الدين الله الله بالمساجد الصلاة وما ملكت أيمانكم نأتي للصلاة هنا وتأتي هذا لا يفكر في الصلاة يفكر ماذا يتكلم بعد الصلاة أو ينظر إلى الجوال بعد أن يسلم أو يصنع أو يصنع لا يقول عليه الصلاة والسلام وَجُعْلِ قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاة البعض يتضجر من الإمام أطال الإمام اليوم أخر علينا الإقامة سامحك الله يضيع أجره مجرد أن تهي الصلاة يبدأ تكلم في الإمام غيبة ونميمة وضع الأجر يتكلم عن المؤذن أحيانا يتكلم عن المسي يتكلم عن الحكومة يضيع أجره ولا تستفيد شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم وأن يغفر لي ولكم ولي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى صحبه وسلم أجزاكم الله خير